قولوا يا بنات قولوا مولانا اليوم في أبليكيشن أنا بحول لهم فلوس وهم بيعينوا شخص يعمل عمره عن قريب الميت نعم فهل هذا جائز في الشراء؟ نعم هذا جائز وشائع ومناسب أيضا لأنهم في هذه التطبيقات بيتخيروا طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمر فهو سبق له الحج والعمر في مستوفي الشروط وهو فيه بيبقى في مكة أو في المدينة أو في الحجاز أو كذا إلى آخره فما فيش تكلفة ويكون أيضا طالبا للعلم وفاهما لأحكام العمرة ولأحكام الحج فالتطبيق هذا بيسهل على الناس ويوفر الوقت ويوفر الجهد ويوفر المال فبيوفر من كل جهة فده نوع من أنواع التيسيرات اللي ممكن أن احنا نستعمل التكنولوجي فيها